هنروح لأخبارنا والفقرة الأولى اللي هي مجموعة من الأخبار هنبتدي بكرة السلة زي ما حضراتكم عارفين انه خلاص نادي زي ما اللي خلص بطولته في أفريقيا هيرجع بكرة أو بعده الدوري السوبر هيرجع ينطالك تاني الأهل يدخل معسكره مغلقا استعدادا للتحاد السكندري بنصف نهاء دوري سوبر رجال السلة الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي أهل بقيادة مدير والفني البرتغالي ماريو بالما هيدخل معسكر مغلق من يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله عشان يستعد المطش الاتحاد السكندري اللي هيكون فيه قبل نهاء دوري السوبر الأهل اللعب المطشين والدين زي ما حضراتكم عارفين لعبنا مع الجزيرة كسبنا مطش وخسرنا مطش وطبعا لأن مدير فني ماريو بالما بيحاول يجرب كل اللعبة وكانتش النتيجة مهمة يعني ما كانش حد بيحسب لسكور أو في المباراة كان مجرد حاجة استدالية فقط وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السلة عنانت عن مواعيد المطشاط أو مطشاط قبل النهائي هتبقى يوم 6 و 8 و 10 و 12 و 14 يونيو اللي جاي وهتبقى المطشاط على صالة برج العرب بسكندري والنهايات أو النهاية هيكون على صالة 6 أكتوبر في القائرة الدوري طبعا زي ما قلت حد بكم متوقف خلاص احنا النهاردة يعني الزمالك خلص النهاردة ممكن بعد بكرة بالكتير 3-4 أيام راحة بفكركم احنا والاتحاد السكندري طرف قبل النهائي الأولاني الطرف الثاني هيكون الزمالك والجزيرة والفائز بيبقى الفائز بيبقى لازم يفوز 3 مطشاط من 5 بيست أوفايف يعني ايه بيست أوفايف يعني بتلعب 5 مطشاط اللي يكسب 3 مطشاط الأول يعني يحسم المنافسة بس خلينا أقول لكم 3 مطشاط دول ممكن يبقوا في الأول يبقى ماشيين 1-1-2-2 يعني انت عندك ممكن توصل ل5 مطشاط تلعبهم وممكن أهل على حسب الفرقة اللي هتحسم طبعا جمود النادي أهلي متشوق جدا ان يشوف شكل الفرقة بالشكل الجديد مع مديره الفني الجديد هو ألاك بنكرر وبنقول كوتش ماريو بالما مش معاه عصايا سحرية الرجل تقلد المسئولية من 3 أسابيع والراجل اشتغل وبدأ يبني وعشان يكسب وقت بدأ يبني طبعا على الشغل اللي عامل الكوتش أشرف توفيه المدير الفني السابق للفريق واللي بازل مجهود وقعد معهم أكتر من سنتين فأكيد في شغل كوتش أشرف كان حطه وأكيد شغل جيد هو أخذ الشغل ده وبدأ يبني عليه بس عايزين ندعم هذا الفريق بشكل كبير لأنه احنا طبعا زمان تعارفين ان هذي الأمور بتاخد وقت انت محتاج فاطة إعداد محتاج اختيار لعبين محتاج محتاج ولكن كوتش ماريو على لقاءه في لقاءه على شاشة قاتل نادئهلي وعد بأمر مهم جدا وعد بإيه وعد انه هيبزل قصارة جهده قصارة جهده انه يقدر يحقق بطولة الدوري وانه ما بياخدش بالعزار نهائي وده فكر الاحتراف وفكر المديرين الفنيين الكبار عمره ما بيتصاد الأخطاء ولكن بيشتغل والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى كلنا ثقة في إدارة النادي وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللعبين ان شاء الله يقدروا يحصلوا على بطولة الدوري السوبر لكرة السلة